السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش نعلق على الموضوع اللي راه شغل بالكثيرين والمتعلق بالانقلاب على رئيس المزلش الشعبي الوطني سعيد بوحجة وبعض الأمور المرتبطة ببعض التسريبات التي يتم نشرها لا سيما في موقع نتاع الفيسبوك بداية فيما يتعلق بالانقلاب على سعيد بوحجة كثير من الناس اللي الآن رهم يتحدثوا يتحدثوا يا هل ترى على هذه المسألة هي قانونية ولا غير قانونية وبعض الناس هم أنفسهم يتحدثون على البرلمان في حد ذاته هل ترى هو شرعي ولا غير شرعي ومنهم اللي خارج لها كما يقولوا بالجزائرية طاي طاي يتحدث على تصوير الانتخابات الشريعية ويطعن في شرعية البرلمان وفي نفس الوقت تلقاه يطالب كما يسميه هما فخامة رئيس الجمهورية على جلبه شهو يحل المجلس الشعبي الوطني بطبيعة الحال كين الناس اللي راهم رايحين يخسروا في هذه المسألة وفيه ناس اللي هما راهم عندهم أرباح وعندهم فويت احنا اذا كان حبينا نتحدثوه بالمنطق انتع شرعية نتحدثوه على الأمين العام انتع حزب جبهة التحرير الوطني هذا اللي راه هو يطلب من الأعضاء انتع الحزب انتع أعلى جلبه شهو ما يسحبوه الثقة من هذا رئيس المجلس الشعبي الوطني يهل ترى هذا الأمين العام انتع جبهة التحرير هو شرعي حتى باش يتحدث على شرعية ويهل ترى هو عنده الثقة حتى باش هو يسحب الثقة من الآخرين و هل ترى الموضوع الان الناس راح تحوس على هذا الرئيس المجلس الشعبي والله على الرئيس اللي عنده عدة سنوات ما سمعوا الصوت انتاعه و هل ترى الناس الان راح تتحدث على ما يجري من اقالات لكبار الجنرالات و لماذا ناس يحاسبوهم ويدخلوهم حتى السجن مثل ما رانا نسمعو و ناس عندهم تجارة في الخارج و عندهم حسابات في الخارج ولا واحد يتحدث فيهم داخلين و خارجين واحد ما يهدر معهم فوق القانون كثير من النقاط اللي تطرح نفسها ضقحنا اذا كان حبينا نتحدثوا على الشرعية بوتفليقة هو في نفسه غير شرعي كما تعلموا ايو الشباب باللي بوتفليقة عشية الانتخابات سنة 1999 ست مرشاحين انسحبو من الانتخابات اللي هما احمد طالب الابراهيمي ايت احمد عبدالله جاب الله مقدد سيفي مولود حمروش هو واسمو يوسف الخطيب انسحبو من هذه الانتخابات لانو عارفو باللي اصحاب القرار هما اللي جابوه اصحاب القرار رام شرعو في التصوير لذلك بوتفليقة جاب التليفون زروال من قبلوه جابوه بالتليفون بوضياف من قبلوه جابوه بالتليفون وانقلبوه على الانتخابات شرعية في الواحدة وتسعين بالتليفون ودخلوا الالاف من الناس للمعتقالات والسجون بالتليفون ومازال مصير انتعى كثير من المختطفين الى اليوم مازال مظهرش فيما راها الناس يتحدث على اقل لك صحفي اعلامي سعودي وراها الناس شاغلا بالها بالموضوع هذا ليلى النهار فيما الالاف من المختطفين بطبيعة الحال هذا السيد هذا ربي يرحمه ونحن ضد القتل وضد يعني التشويه انتعى الجثة انتعى الانسان مهما كان ولكن في المقابل اذا كان الناس عندها رؤوس اذا كان الناس عندها عقول تتحدث على الالاف انتعى المختطفين اللي مازال ما صير تاعم الي اليوم مازال ما بنش اذا اذا تحدثنا على القضية انتعى شرعية بوتفلي قاموا شرعي كيفاش الناس تتحدث على شرعية انتعى الاقالة وما الاقالة انتعى ابو حجة المسألة وينراها اذا كان تعودوا وتراجعوا الاحداث وتمشيوا مع الكورنولوجيا انتعى الاحداث تلقوا باللي الجهاز انتعى المخابرات هو اللي انشر ملفات انتعى الفساد وعن طريق بعض الصحف وعن طريق بعض القنوات وعن طريق بعض الناس اللي يشتغلوا مع الجهاز على المخابرات يكفي هو ان نذكر بالمسألة انتعى الخليفة يكفي هو ان نذكر بالمسألة انتعى طريق سيار انتعى هذه القروض الفلاحية الصناتراك الى غير ذلك من المسائل اللي تحدثوا فيها عن طريق صحف ضق الناس رأى تتحدث عن الفساد وقال لكم هزوا جنيرال فساد هذا بدأوا يتحدثوا عليه في عهد الجنيرال توفيق والناس اللي الان رأهم يتحدثوا عن الفساد في الفيسبوك وفي اليوتيوب هي الملفات انتعى الابتزاز اللي كان ديرها توفيق نفسها بالذات نفس المصدر فيه سراع راهو واضح على الايان على السلطة هذا بوتفليقه نفسه كيف ادخل المستشفى في فاردوغرات كان عثوله تقارير على اخوه السعيد ومن ذاك الوقت هو حكمته هذيك الافي سي هذيك وراهو من ذاك الوقت هو مقطع الكلام راهو يتحدث بالاشارة ما يتحدث كروفون هذا كروف اللي راهو راح له صوت واي انسان راه معارض للمرض وراه معارض للموت فئيه الناس كانوا يتحدثوا على بوتفلي وراهو منسيين فاو وبوتفليقه وما زلوه احنا ندري على ما راه رايح يطلع النهار تعقدوا اذن فيها عملية انتع تصفية انتع حسابات مثل ما راكم تشوفوا كثير من الجنرالات نحاوهم كثير من العقادة نحاوهم تصفية انتع حسابات ضكاين بعض الناس اللي اراهم يقول لك فيها عملية انتع تطهير وفيها عملية انتع تغيير وفيها كذا لو كان جاءت هذ العملية انتع التطهير وانتع التغيير اراها مست الناس كل لو كان احنا نأمنوا بها كيف ايش هذا يجيبوا لك واحد اللي كان محسوب على القيد صالح يقول لك لبرادر واتتاعه هذا عبد الرزاق شريف وفي المقابل نزار طال اهابط لسويسرا وطال اهابط لفرنسا ويتفح فح يمشي في الطريقية هواك يا جنرال تواتي كثير من الناس لو كان جاذرك هذا التطهير وهذا التغيير راهم مس حداد مس ربراب مس هذو الارباب انتع المال تحكوت الى غير ذلك دون استثناء هذ الناس اللي هما داروا لفورتين هذو داروها في تسعينات قالوا والله راه هو عمليا إنها تطهير وراها القانون راه يتطبق على الجميع القانون هذا ما راهوش يتطبق على الجميع راهو يتطبق على الضعافة يتطبق على الناس اللي هما ما عندهم شكلون اما هذوك الناس اللي راه من تامين اللي راهو الكلون تاعهم راهو يدافع عليهم سواء في السلطة ولا خرج السلطة اذا هذ المسألة انتع الشرعية منطقي ما كانش منها هذوك اللي يجيه يتحدث لك على اسمه هذا بو حجة قال لك والله والقضية هذه ليش قانونية وهذا الناس اللي راهم ذرك هما في المجلس الشعبي راهم اخترقوا القانون وراهم ما مشي طبقوا في الدستور دستور في حد ذاته بالعليه بوتفليقة بالعليه في 2008 ومن بعد في الانتخابات اللي داروها هم ذرك الآن بعد ما قالوا باللي هذا الدستور القادم انتع فتح العهدات وراهم فيه تأديل وراهم اعطوا حقوق للمعارضة وراهم كذا وراهم كذا والدولة القانون والدولة المدنية الان الناس اللي تتحدث للعهدات الخامسة الدستور في حد ذاته بيلن عليه ويجي يحكي لك هو قال لك باللي را هذه المسألة غير دستورية والمسألة ذي راها غير قانونية ما كان لقانون لولا وقانون على الضعفة الدستور على الضعفة اما هما فوق القانون وفوق الدستور ربي ما مش معترفين به كيفاش يعترفون هما بفقراء والزوالية والمساكين ربي ما مش دير الاحساب اذن الاخوة والاخوات هذه مسألة انتع شرعية هذه فكوا منها ذرك قاضية انتع الواقع الواقع حاجة واحد اخرى الواقع هو انه هذا الناصرهم فرضين نرواحهم فرضين نرواحهم بالمال فرضين نرواحهم بالاعلام فرضين نرواحهم بالسلاح فرضين نرواحهم بالقوة فرضين نرواحهم بالخارج راهم يتعاملوا مع دول الاجنابية فرنسا المريكان الانجليز للمان الطليان يتعاملوا مع دول مختلفة فرضين نرواحهم بالواقع ذرك هذا بحجة امر واقع رأيه رئيس مجلس شعبي الوطني امر واقع وهذه السلوك هذا اللي يراه مورسة في البرنامان انتاع انه يروح يجيبوا كادنا ويغلقوا الباب انتاع البرنامان هذه مجموعة من البلطاجية مجموعة من المرتزقة مقابل هو انه يبقى ويتمتعوا بالامتيازات هذيك اللي يراه دائرة السلطة وسمحوا لي على تعبير الخشن وتعبير وسمو لي انه هذي الناس ما عندش كيفش تكلم معهم اذن هذه مسألتها شرعية خلاص ضق الواقع شي واحد اخر الواقع راكم تشوفوا فيها رأي العين كيفش راح الامور تمشي الناس اللي راهم دورك موجودين في الخارج راهم يشوفوا لما يروحوا وشوفوا كيفش يعملهم في المطار كيفش يعملهم في الميناء يشوفوا في السرقى انتاع الحقائب في المطار وفي الميناء يشوفوا في اشياء اللي راهم موجودة على ارض الواقع الرشوة البناء عميس كذاك ورهم الناس اللي راهم مهاجرين راهم يعرفوا هذه المسائل ارض الواقع حيننا نشوفوه بالواقع راكم تشوفوا الجرائم اللي راكم تشوفوا فيها يوميا اقتيلة اخرتها واحد عضو في مجلس بلدي في عين البيضة في شرق الجزائري قتله العضو في المجلس البلدي وإلى غير ذلك راكم تشوفوا في الجرائم انتاع قتل الأطفال الاغتصاب انتاعهم وركم تعرفوا في هذه المسائل إذن الواقع شي واحد آخر الناس راهم تحوسها لرئيس يمشي على رجليه ويسمع الصوت انتاع ويتنقل للولايات ويشوف المشاريع بعينه ماشي راهم يتحدث بالوي في يلا مشيه لوراسه بالوي في أو يمشي وإلا ما مشاش ربي يجيب لا كونيكسي ومكانش مع ذرا ولكن هذا هو الواقع إذن الإخوة والأخوات جزائريين والجزائريات يحوسوا على رئيس ويحوسوا على برلمان حقيقي رئيس شرعي برلمان شرعي بلديات شرعية ويحوسوا على مشاريع ماشي انتاع السرقة وانتاع بناء ميس وانتاع كذا وانتاع كذا وانتاع كذا وانتاع كذا ضرك بعض التسريبات هذي اللي راحت تنشر في المواقع لسيما الموقع نتاع الفيسبوك وراءها جهاز على المخابرات قال مثلا جماعة في الرئاسة من بينهم السعيد عندهم قال مثلا مشكل في مرات قال مثلا ميتفقوش حول مسائل معينة يبدو وهم يهدوا القيد صالح خرجوا له ميلا بفات خرجوا له يهدروا له على ابنه على انسيبه على طليبة على ذيك على ذيك على ذيك الاخرين في المقابل نفس الشي قال رام عندهم ميلا بفات على الانتوراج انتاع السعيد بوتفليقة وانتاع اخوه بوتفليقة والجماعة انتاع حمل اللي يراهم في الرئاسة والجماعة اللي يراهم في الحكومة وكذا ايضا عندهم ميلا بفات وعندهم ناس ثاني في الجيش عندهم في الحرس الجمهوري الى غير ذلك ويبعثوا بطريقة او باخرى ميلا بفات ويسربوها من هنا ومن هناك لذلك هم راهم متسارعين لذلك ركما تشوف انتم ما وكين بعض من الناس اللي ما مش فاهمين يقول لك انا هذا كان هنا عارفوا مع المخضرات وهذا كراهو نعارفو هنا باللي معارض وراهو كذا المعارضين للنظام كانوا قبل ما يهرب ربن علي هذو اللي ظاهروا كلهم حطوا عليهم عمل علامة استفهام الناس اللي ظاهروا بعد ما هرب علي هذو جمعا المعارض انتاع الفين واشرة هذو كامل هذو حطوا اللي كان يعارض في النظام قبل الفين وخمسة مجال كان يعارض في النظام اللي كان يعارض في النظام لما كانت الناس تموت كان يعذبوا فيهم يقتلوا فيهم هذو معارض هذا اللي راه ذركى كان يأكل معاهم وقد يشرب معاهم وقال واحد ما س Net protesting Donts wrath قال قال مثلا الخارج والله كذا وقال لك عشام وعارف هذو حطوا عليهم علامة استفهار اذا هما راه مجمعه قال ذرك مثلا ساعد بوت في اللقاء يعرف ذابط قال مثلا براه في الخارج راه مدير له ميله في ابتزاز والله طمعوه ولا راه ميوكلو فيه والله والذابط هذا يعرف واحد من المرتزقة والله يعرف واحد من البلتاجية والله واحد راسه مقفل راسه كودي راسه كذا وقال راهو غير يحوز على الشهرة والله يلا يعطيله اعظمه وقال يلا كول بخبزة هاي المسألة وراها هذه القضية وراها بمعنى انه قال هذا ذرك راهو خو بوت في اللقاء يستعمل واحد وذاك يستعمل واحد وذاك يستعمل واحد وواحد يدي منهم الشهر قالوا خلين ما يحبوا شيبانو هذا يستعمل في هذا وقيت صالح نفس الشي قال راهو يعرف واحد وهذاك يعرف واحد وهذاك يعرف واحد وكاين سلسلة راهو تمشي كاين واحد ايضا يعطي له معلومات علاجه بشيبان بها كيفش يصنعوهم الصحفيين كيفش يصنعوهم الاعلاميين يصنعوهم بالاخبار ويصنعوهم بالحصريات ويعطي لهم تليفونات وراكم شوفوا غير القاضية هذي انتا اللي راهها جارية هذي الايام في تركيا مخابراتيين اللي راهتنا مشي في الملف عندهم هما تسجيلات تسجيلات داخل القنصلية بالصوت وبالصورة بسكو عندهم امور تتجسسوا هذه معروفة كل القنصلية في العالم وكلها بدون استثنارها تحت العينين هما قلواشي قالك والله غير الساعة وراهو كين دير ساعة وهي الخطيب انتا او هاي هما رام داخلين الثمة بسكو عندهم هما يبعثو شرات قال هاو الملك السعودي قال رانا وصلنا ليك ها هاو الابروف ذركا ويش دير قال هاو كذا 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 عمليا تعمو خبرات بطبيعة الحال السيد هذا ربي يرحمو دفاع فهمن وشماعة راها تمشي في ميلف اللي صار ميلف دولي مايش قضية انتا اصحافي وقتله ميلف دولي وراها تسير فيه وعنده علاقة بالتاريخ باش تكونوا يعني في الصورة كي بعض من الناس اللي هما فاهمينها من انو راها مسألة انتا اجاريما وقتله صحافي وانتا لا مايش المسألة هكذاك مسألة مرتبطة بالتاريخ وروحوا وعودوا وراجعوا كيفاش سقطت الدولة العثمانية كيفاش تم التنصيب انتا ال سعود وارواحوا مع القضية قضية تا حسابات مايش حامسألة قال راها جات هكذاك لذلك اللي الشي اللي راهوا يجري في الجزائر نفس الشي تذك لما تشوف انتا يا ذرك راها ناس قايمة بالمهمة راهم ذرك هما قال مثل مجاهد راهم يمرمدوا فيه في مرة يخدموا وفي يوم 17 اكتوبر في مرة يخدموا يخدموا فيه جيهات اجنبية نفس الشي لما يكونوا ناس راهم نظر نهار كامل هما يخرجوا فيه اسرار بتاع الجيش في مرة يخدموا وجماعة راهم ديرين رجل فوق رجل وقاعدين يصفيوا فيه حسابات مع الجزائر ماشي مع النظام الجزائري مع الجزائر باش يخفيوا هما الجرائم انتاحهم اللي ارتكبوها ضد الشعب الجزائري جرائم ضد الانسانية قال هاكم شوفوا في بعضاكم يلا هتقاتلوا وجماع يستعملوا فيهم وما يمهمهمش كاين الناس اللي راهم ذرك هو ما يهموش وما دام راهم جماعة راهم ضمنين له السكنة وباتوا ديرين فيها التايات وبيستاش وقاعدين يقرعو على الروس وكاين الناس اللي راهم ذرك هما موظفتهم للاجهزة نتاع المخابرات من بكري راهم ذرك هما عندهم رؤوس اموال البرا بعيدا عن البنوك وبعيدا عن الحسابات والاعيون وكذا يجب أن نجمعها قالوا واشي انتا وعندك قالوري قالوا واشي انتا هك بيع السيارات قالوا واشي هك انت دير كوفر قالوا واشي هك انت دير سيبر مارشي وعندهم الناس راهم يحركوا فيهم في الخارج برؤوس اموال وكذا على جلبة شوما يوظفوها قالوا واحدا راهم يخدم معهم في قناة تليفزيونية الى غير ذلك منطقيا برك راح توفيق لو كان جينا رانا في دول انتا مؤسسات ودول انتا قانون قالوا وراح توفيق تاها الامر لكن هو عنده شابة كارها ما زالها تتحرك في الداخل وفي الخارج عنده ناس في الاحزاب عنده ناس في الجمعيات عنده ناس حتى في انتاع البالو هذو في الكورت القدم هذو في المناصرين فهمت حتى في المناصرين قالوا واحد يكتبوا لغناية وقالوا روحوا يديرها عيطوا بها في السطاد فهمت والجماعة قالوا واشي قالوا شوفوا شوفوا الشباب وما رام المخابرات وما اللي رام وراءها عندهم الكتاب انتاحهم عندهم الممثلين عندهم كل شيء شياطين انتاع الارض ب调بي حال انا لا اتحدث عن الشرافة انا لا اتحدث عن المخلصين انا لا اتحدث عن الناس اللي عر نتحدث عن الاستعصاليين نتحدث عن المجرمين اللي هما فقروا شعب نتحدث عن المجرمين اللي هما رهم وصلوا شعب لهذا المستوى إذن هذه هي المسألة الإخوة والأخوات فيما يتعلق بهذه القضية نتاع بوحجة ذو كاين بعض من الناس اللي هما يقول لك حنا واش دخلنا هنا خليه يدقيت له في بعضهم شوفوا كاين بعض المسائل اللي لازمنا نتفقوا عليها ضرورك انت لما تكون في الاتساع كيف ماذوك أنا راني نتحدث على الجهاز انت على الكمبيوتر وراني نسجل بوقتي نحب قال أنا نحي كلمة ولا نحب نضيفها ولا نحب أنا نركب كلمة واحدة اخرى عندك متساع من الوقت لما تكون انت تكتب فيما قال وتكون انت عندك الوقت على جل بش انت تراجع المقال هذاك تنحي سطر وزيد سطر ولكن كاين بعض الاشياء اللي هي تخرج على السيطران تاعك ذرك مثلا هذا التسجيل أنا قادر لما ننشره أنا ربما تنفلت منك كلمة او كذا يستعملها ناس ضدك نفس الشي فيما يتعلق بالكتابة مرات انت تكون مثلا في الطريق اراك تمشي طحت انت في فخ طحت انت في حجز موزيف ولقي ثم انت جماعة مسلحة والله جماعة انت على دروغ والله المهم انت ما عندكش الوقت بزاف على جل بش انت تفكر وارك انت مضطر على جل بش انت تتخذ موقف قادر تكذب قادر انت تصوتي قادر انت المهم تدي الحاجة على جل بش انت تمنع من هذك الحجز هذك نفس الشي فيما يتعلق ذرك بهذا بو حجز وكنتا رهم كيني الناس رهم يقرعوا رهم ناس يخطوا للمرحلة القادمة كين بعض من الناس اللي هما ذكرهم يناديوا بحل البرلمان وكين بعض من الناس اللي هما يقول لك لا لا خلي يا سيدي البرلمان هذا خلي يروح بو حجز وراه المشكل وراه المشكل هنا يجيبوا بو حجز والله يجيبوا بو عمراء والله يجيبوا مع البريشانك ذا وراه المشكل كيف ما قلت لكم انا مثل الوقت هذ الناس هما ركما نشوفوا حين الان على مقرب انتع الفين و سعطاش ورئوا لي الاسماء انتع المرشحين اللي رامت رشحوا للانتخابات الرئاسية تقدروا تعدوهم لي في الدول اللي هي تحترم نفسها وتحترم شعبها الشعب يكون على الطلاع قبل الترشيحات وشعب هو بحد ذاته هو يساهم في ايصال فلان والله للرئاسيات احنا مازال الناس مازالها ما تعرفش المرشحين بالاضافة الى ذلك هذ الناس هما يستعملوا هذه الاساليب على جلبه يمنعوا الناس باش ما تترشحش باش ما تقدمش لانك انت باش تتقدم الانتخابات الرئاسية خاصة في هذا المرحلة خاصة في هذا الوقت اللي رانع فيه لابد هو انك تكون عندك عدة مليارات لازم تكون عندك مكاتب على مستوى الولايات على الاقل على مستوى الولايات مكاتب يكونوا عندك مدومين وتكون عندك اجهزة قال هذي الى طابعة قال هذى تليفزيون قال هذى هواتف قال لك ذا هذى صوارات الى غير ذلك وثائق مستنادات منشورات كيفاش انت رايح للانتخابات الرئاسية قال لك واجهة ورايح للوزارة الداخلية واسحب التوقعات ما عنده احتمعنا تباش تروح للانتخابات الرئاسية تتعوى الناس بكري قال لك هد قبل ما تعد قبل ما تروح انت تفكر في سحب هذه الاستمارة لازم يكونوا عندك ممثلين على مستوى الولايات لازم يكونوا عندك الاشياء اللي كنت نذكر فيها ذرك وهي يعني باختصار كي نتفاصيل واحد خراء انت لما تروح تتقدم للانتخابات الرئاسية تكون عندك انت قاعدار قدرتها على الاقل غدوة ما تبهدلش قدام الناس قال ههو جاب التوقيعات ناس ولا وحتى يزوروا في المحاضر عند الموثقين وعند كذا اذا هذا الناس هما هم على بالهم بالتالي يذرك هما يضيقوا الناس ما يخليون همش متساع من الوقت حتى باش الناس تترشع والناس زايدين هما قال لك نطال برئيس الجمهورية لجلب شي حل البرنامان واش ما زلوا بوتفلقة وقال لك حل البرنامان هاو حل لك البرنامان هم بعد رايح لنتارك تتسعى للتمديد بالنظام كيف لا تتعرف فيه تتسعى للتمديد وغدوة لما يتحل البرنامان يديروا برنامان او لا يديروه كيف يتحل البرنامان يحلوا مجلس الاما ولا يحلوه من بعد هم تولي انتخابات انتخابات لازمة لها حملة انتخابية انتخابات لازمة لجنة مرقبة انتخابات الانتخابات لازم لها ولازم لها ولازم لها ولازم لها و الناس تحكي التقشف و فيما بعد انتا والانتخابات الرئاسية كيفش راح تدير راح تزيد تعطين مدة بعد ما هو مرام يتخنقوا و انتارك راح تعطينهم مدة على جل باش انت يزيدوا يتنفسوا و جي انتا قال يورك انتا مع التغيير مكش مع التغيير انتارك تخدم لهذه الاعصابه سواء بالجهل انتعك او مانيش عارف انا بكذا اذا الاخوة والاخوات هما راح واضح الامور باللي راح ينحيو الدليل في ذلك هما راح نحاو مجموعة من القادة هذو انتوا على الجيش قال قائد ناحية قال كذا قال كذا نحاوهم والان راح يدوروا بالمؤسسات الاخرى عندهم هما المجلس الدستوري وعندهم مجلس الامة هما راح يستهدفوا هذا بو حجة يستهدفوه شغير هكذا كبرك هما بعثولوا يكونوا بعثولوا عن طريق واحد مش بالضرورة يهدر معه ولد عباس يقدر يكون هدر معه ولد عباس يقدر يكون هدر معه ولد عباس ويقدر يكون هدر معه واحد اخر لكن هذا الناس اللي رام في الرئاسة قالوا هاشي قالوا راح استقيل هو راه يعرف او على باله كيفاش تعيين عمار سعداني هذا راه ابن جبهة التحرير وراه يعرف النظام على باله كيفاش تعيين ولد عباس ذرك هو راه لما وصلوا هالو قال راه وقال لك بوتفلي قادر الاستقال انتعك قالوا هم قلوا يكلمني انا لانه هو على باله به باللي راه هم مريض وعلى باله باللي راه هم ناس في القيادة انتع الجيش مامش قابلين او على باله بالتالي لما يقولهم هو قولوا البوتفلي قاياه اهدر معايا هو فيما راه يخاطب راه يخاطب في هذا الناس اللي هما تصلوا به عن طريق الابواق قال اودي اراني مكانش مندرش استقاله وذرك هو راه يدفع فيهم للامر الواقع هذو الاجماعة ذو كنتوا الرئاسة هم راه ممكن ما قلت لكم ان يخطوا للمرحلة القادمة وعارفين باللي هذا المنصب انتع رئيس المجلس الشعبي الوطني ما هوش منصب عادي خاطر قادر بكلمة ذو كان يخرج هذا بوحج اوذرك ويرح يدير الندواء صحفية ويقول لهم راه وعايت لي انا ولد عباس وانا حاب ناهدر مع ابوتفليقة وش راح يصرف البلاد اراه لي حد الان هوا صابر اراه هما صحافي يروحوا هوا صابر لو كان غضوية يتكلم وش يقول له لو كان الشعب يخرج للشارع يحكم هذوك الناس انتوع البرلمان يسحبهم في الطريق وقادرين ذرك لو كان قال مثل انه هو يشير بالاصابع قال له اسمه لهذا سايد بوتفليقة يروح له واحد من الضباط يعطيه الجد باباه يقتله ومن بعد وش راح يصرف البلاد ما لازم كمش تفهموا هذيك المسألة بمسألة سطحية هذا الناس راهم لما يديروا قرار يديروا له مئة من الف حساب قبل ما هو يخرج هذا القرار يقول الدولة راهم مش انتوع واحد في داره وقال سكر المفتاح وروح بات في بلاسة واحد اخرى بات في الوتيل هذي راها دولة هذي راها جيش هذي راها مؤسسات رغم انه كان فساد ورغم انه كان اجرام ورغم انه راه كان ضعف ورغم انه راه كان تسيب ولكن مع ذلك كان الناس راهم في هذا السلطة وفي هذا النظام راهم يشوفوا في شفات واحد اخرى اللي ما يهيش في متناول الناس كل ها يتخيلوا انتم درك هذا لو كان جا هو راه يفكر بتفكير هذا المرتزقة وهذا البلطاجية اللي راح همزه القفل سكرتوا الباب اوكي يهز هو قال مثلا باسبور وراه عنده الباسبور دبلوماسي قال اعطيوني اسمهنه ويخرج جوال برا من الخارج هاي ويرح الكاش قانات فضائية والله من ثم من الجزائر ويتصل قال مالباليش هنا بالبي بي سي والله يتصل باي قانات اسمه من القنوات الدولية في بث مباشر قال ديروا لي بث مباشر ونعطيكم المسقي هاي واش راح يصرف اما بعد فكروا ترى شوية ومن بعد قال يخرج نفس الشي في المقابل قال يخرج خوبط في العقاة وقال اودي انا ما هدرت معا كما قلتلك انا هذا ولد عباس ما علي بليش بيه كامل ما هدرت معا ما حاوزت عليه هون بعد وش تولي ؟ شاكوات هاو المافيا في الوقت اللي يتحبوا عمّار سعداني، في الوقت الذي يحبه وتنحيغ في الوقت الذي يحبه وتنحيه في الوقت الذي يحبه وتعيّن هذا بحجة يحبه، والمافيا المفجرة وهي ما كانت المفجرة المف unrealistic خاصته،NOكما نتحدث من تصريبات الناس بشكل عفوي ماني محذر لورقة ولا محزنون وراني يتحدث مرة على مرة جيني بعض الافكار بحكم هو انه كنت مدير منتدى عندي جهاز كمبيوتر وعندي لوجيسيال عن طريق اللوجيسيال هذك هذوك الناس اللي يسجلوا يسجلك واحد مثلا قال في نفس المنتدى يسجلك مثلا باربع اسماء مختلفة بعشرة بعشرين انت تعرفوا شكون هو عن طريق رقم الاي بي تعرفوا بالمكان بالتدقيق وش منجه راهو بالصورة وش منجه خاصة في ظل هذه التكنولوجيا الجديدة اكتب انت ببسودو دير وش حبيت هذي واحدة الملفات اللي تشوفها كامل سواء فيديوهات والله صور والله اي وسيلة اي وثيقة اي مستند اي صورة على بالمبيك وش شفت الاشياء اللي حملتها في الجهاز انتاعك اللوجيسيال اللي راك تستخدم فيه راك داخل عن طريق كمبيوتر وراك داخل عن طريق هاتف رقم الهاتف على بالمبيك الشريحة اللي را عندك في الهاتف على بالمبيك بالتدقيق وش من مكان راك على بالمبيك لا راك دير دي صادمين في الصفحة انتاعك والله ماكش داهر على بالمبي جميع التفاصيل كاينة بعض الاشياء اللي انتبروك معنى بكش بهاهو معنى بالمبيه من خلال لهاتف انتاعك النقال ومن خلال المراقبة بهذه الاجهزة الالكترونية را نديره في معارضة ومعارضة مبنية على المنطق ومبنية على الحق ومبنية على العلم حتى لما نجيبه في ميلفات قال مثلا تنشر ميلف ذيك المرة نبعث لي واحد ميلف وان كان على بالي باللي شخصا هذا وشي يكون ولماذا بعث لي انا الميلف وما انشرتش كل الميلف لماذا لانه الميلف خطير يتعلق بالامن انتاع البلاد الناس راها التاجر بالسلاح واسلاح ذاقيل تعمل انتاع الليليكوبتر ماشي قال له اسمه ومع ذلك شاورت تحدثت مع الناس كنت قادر ان نروح على القناة فضائية وقال هوا ميلف ويلا وطرتك لكن ماذا سيترتب على هذا الميلف هذاك نشوف له انا الابعاد ونشوف له الزوايا المختلفة قال هذا الميلف انا راه خطير لماذا فيها اسماء انتاع جنراليات مطروحين في الميلف جنرال يتودد الى عقيد يقول له وظف لي بنتي جنرال يتودد العقيد تخيلوا لماذا لانه هذا العقيد عنده خيط كبير ديرين هو يتحدث مع شركات واسمه الهليكوبتر وصفقات وكذا وكذا لكن مع ذلك انا خرجت شوية عليه برك خرجت الاسم انتاعه الحقيقي الاسدياد انتاعه عندي تصورته وعولاده تصورته وعمرته عندي عندي تفاصيل تفاصيل قاسم بالله لو كانوا انشرها في الانترنت معرفو شرها رحي سرا ولكن ما انشرت هاش شرط فقط الاسم انتاعه واللقب انتاعه وبعض الصور يعني اللي ما عندهاش خطورة وقال ها هو شخص بلاغني هو انه انحاوه ولكن هذا لا يكفي خطر علاه فيها اسرار تاع دولة وفيه كذا وفيه كذا وما اتصلت حتى بواحد انا اهضرت مع ناس اللي هما عندهم علاقات وكذا قال ها وميلف انتاعه ها وكذا ها وكذا ها وكذا وانتاظرت اكثر من ست شهر باش انا اطرقت للميلف هذاك يعطيت اشارات حتى باش يعرفو الناس باللي راه مستهدفين اذن هذا الميلف هذا لازمك تشوف له من عدة نواحي وتشوف له من عدة زوايا ومش غير تونشر بارك قادر السيد هذا راه يكسل له حسيفة قال عنده تصفية انتاع حسابات معاه قلق ذا قلق ذا قلق ذا قلق ذا هل ترى راه هو رايح يسبب هو خطورة للبلاد لما انت ترح القناة اجنابية ميش جزائرية وتعطيلها ميلفات انتاع العسكر وتعطيلها ميلفات سرية تحدث عن عارض عارض في هذا النظام وراني نعلم فيها اليوم هو غدوة ولو كان جتراها الامكانيات بيضي كاينين بعض من الناس ربع وعشرين ساعة لا يقعوش ولكن مع ذلك انا لما تكون البلاد معرضة لهالذات معرضة لمخاطر معرضة لزلازل انا منزيتش عليها كما يقولوا في البلاد سكران ويعرف باب دارو سمعت ناس دائرين مداخلات كان مائ منهم حتى ليتحث عن المباشر يخدم مع سعيد بوتفليقة ويخدم مع ابوتفليقة وكانوا يسندوا في سعيد بوتفليقة ويسندوا اسموه ويخدموا حتى مع ترطاك ويستعمل لك واحد على جلبه شو يضرب به القيد صالح ويضرب به زيد ولا عمر ونفس الشي كان جماعة ليرام يمشيوا مع القيد صالح ويمشيوا مع ذلك ويمشيوا مع ذلك وقال لك يضرب لك هو السعيد بوتفليقة ويضرب لك هو الجماعة انت سعيد بوتفليقة وليرام هذا الجماعة ليرام في البوفوار هذا الترطاك كان امر ناهي في وقت سابق وفيما بعد نحاوه خرجوه وفيما بعد يلا عاودوا ريكو بيرا وعاودوا وطلعوه لبريسيدونس ومن بعد اعطاولوا الجهازات عن المخابرات نفس الشي جابوا ناس كانوا البره خلاص بوتفليقة نفسه هو راه في وقت من الاوقات كان متهم بالسارقة ورانا انشرنا لكم الوثيقة انا اللي انشرتها انتا هذيك اللي داروها في الجريدان تاع المجهد ومن بعد هزوها وكان منهم اللي دار الاسمنت انا اللي خرجتها وبعثها لي واحد من الاخوة في البلاد محتفظ بالارشيث ووثائق اخرى ما انشرتهش انا اللي انشرتها ومن بعد كين اللي دارو الاسم انتاعهم ودرت فيها نافل لول اسم انتاع اذاعة وطنية قلعوها وانا ما احبيش انتوشيها ونخدمها بالفوتوشوب وقادر خلي تعلي هكذا كبرك درت اسم انتاع اذاعة وطنية هزوها راح ومحاوها ومنهم اللي يدعي في الحصريات ويدعي في كذا انا اللي انشرتها انتاع ابوتفليقة ذيك اللي متهمينه وعلى بالي بالقصة قبل ما تجني الوثيقة هذي انا حكيت مع واحد اللي اللي كان هو في اللجنة في جبه التحرير ايه ودي ومن بعد يجيوك ناس هكذا ويستعملوا فيهم منه ومنه احنا نحاو سعر المصلحة انتاع البلاد هذا ذرك هذا بحجة استهدفوه عندهم حسابات ما استهدفوه شغل هكذا لذلك الاخوة الاخوات باش منطولش عليكم ما لازمش تسقطو في الفخن تحم كان الناس اللي رامي طالبو بحل البرلمان في الوقت الحالي هذا المسألة ما تخدمش شي اللي الان مطالبين به هو انك توقف هذا النازيف توقف هذا العبث توقف هذا التهريج توقف هذه المسخرة هذا هو شي اللي مطالبين به مشي هو انك انت تزيد انت واحد اراها ضيقة به وانت يات نفس عليه تحلو لافان من جهة واحد اخرى لا خلي بوحجة في مكانه خلي بتفليقة في مكانه وخلي ود عباس في مكانه خلي المجد الشعبي وطني في مكانه ارواح نتلاقاو ارواح نتحاورو ارواح نتناقشو على جال باش نرمشيو التغيير حقيقي اما هو انك انت تروح تمشي كما استرق هو اراه يحوس يسرق حاجة قال مثلا واحد اراه وراه يدخل الجنان على باله بلا يراه كين كلب ثم اراه يحرص يرميله عظم يقعد الكلب هذاك اراه ما العظم هذاك صباح وعشية صباح وعشية صباح وعشية صباح وعشية كيف ما راه مظرك ها هو انيس رحماني هاي قناة النهار هاي ديك ها هو كذا هاي بالزول انت عوش اسمه عين الفوارة هاي كذا والجماعة راه هتخطط من هيه نفس الشي نفس الشي لذلك الاخوة والاخوات ما لازمش توقعوا في الفخن تهم يحوسوا الى تغيير حقيقي اذا كان فعل الناس راهم في النظام يحوسوا الى تغيير حقيقي فلتفتح ابواب الحوار وتمشي الناس خطوة خطوة يتخليوا هذه الامور هذي تروح من بعد تنفلت الامور وتترتقهم بعد ما نقدرش حتى نرقعها فليكون حوار ما نسناه وما هدرناش معاه يلا غدوى الله بريزيدونس يديروا لها قفل قادرين يديروها في كل مكان لذلك الاخوة لما هو يقدم على هاجة لازم يشوف لها من عدة زاوية مش انت تحل الاشياء وتحرمها على الاخرين هذي باختصار كلمتي ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسه من الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته